اشتركوا في القناة القصيرة سوف اقوم بتعريف الكلية التي تضم قسمين قسم العلوم وقسم الحقوق وقسم العلوم السياسية في هذين القسمين تنتظم عملية التعليم وفق محاور أو وفق عروض تكوين على مستوى الليسانس وعلى مستوى المصدر وحتى الدكتورة وهذا ما يعرف باختصار بـ L-M-D يعني الليسانس وفيه عروض تكوين فيه تخصصات وم يعني ماستر وفيه كذلك عروض تكوين وتخصصات والدكتورة كذلك بطبيعة الحال فيها تخصصات إذن بالنسبة للقسم الأول وهو قسم الحقوق فيه تخصصين على مستوى الليسانس أو ما يعرف به التدرج الأول وهو قسم القانون الخاص والثاني وهو قسم القانون العام بمعنى أن الطالب إذا كان يختار في السنة الثالثة بعد مرور الجدع المشترك بسنتين يختار تخصص يدرس فيه في مرحلة الليسانس وهو إما القانون الخاص فيتحصل على الليسانس في الحقوق في القانون الخاص أو يختار تخصص القانون العام وبالتالي يحصل على الليسانس القانون العام بالنسبة للطور الآخر الطور الثاني وهو الماستر هناك عدة تخصصات كذلك في الماستر عنا ثلاث تخصصات في الماستر الأكاديمي وهو منذ مدة طويلة ويتمثل هذه التخصصات في ماستر القانون الأسرة يدرس كل مسائل متعلقة بشؤل الأسرة والطفل والزواج والطلق وغير ذلك وعنا كذلك تخصص تاني وهو تخصص القانون الأعمال ويقصد به كل ما يتعلق بالأعمال التجارية وغير ذلك والأعمال والصفقات وغيرها كذلك عنا تخصص الثالث وهو القانون العام وكل ما يتعلق بالإدارة والدستور وغير ذلك من مسائل متعلقة بالقوانين التي ترتبط بالسلطة العامة الشيء الجديد هذه السنة أو في السنة الماضية هذه أن الوزارة وزارة تعلم قد منحت كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق منحت له تكوين أو تأهيل لتكوين في المسطر في المسطر المهني وهو المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الموجودة في جيجل وكذلك بعض المؤسسات القضائية هذين النوعين يتعلق الأول بالمسطر المسطر القانون المينائي والبحري ويرتبط باتفاقية مع المؤسسة المينائية ميناء جينجن في جيجل والنوع الثاني أو التخصص الثاني وهو قانون المهن القانونية والقضائية ويرتبط باتفاقية مع المجلس القضائي وكذلك منظمة المحامين ومنظمة الموثقي الشيء الجديد في هذا أنه فيه ارتباطات الطالب عندما يتكون التكوين النظري يرفقه دائماً بتكوين عملي في هذه المؤسسات المرتبطة بالجامعة بهذه الاتفاقيات وفي نفس الوقت فيه احتمال كبير أنه يكون التوظيف خصوصاً بالنسبة للذين يترتبون في الدفعات أو في المراتب الأولى بعد ذلك ممكن يكون فيه توظيف في هذه المؤسسات أو في إحداها هذا بالنسبة لقسب الحقوق بالنسبة لقسب العلوم السياسية كذلك نفس الشيء فيه تكوين على مستوى الليسانس وفيه تكوين على مستوى الماستر بالنسبة لتكوين على مستوى الليسانس عندنا تخصصي التخصص الأول هو التنظيم السياسي والإداري والتخصص الثاني هو العلاقات الدولية بالنسبة لتكوين في طور الماستر عندنا تخصص النوع الأول وهو التعاون الدولي واللي يرتبط بالتخصص في الليسانس اللي هو علاقة دولية وكذلك التخصص في النوع الثاني يعني التخصص في الإدارة المحلية هذه هما التخصصات الموجودة على مستوى الليسانس والماستر في الحقوق العلم السياسية نبدأ أخيرا ممكن نعطيها لكم وهو أنه بالنسبة لفرص التوظيف على مستوى الحقوق معروف أنه متخرج من قسم الحقوق بالليسانس أو بالماستر يمكنه أن تكون عنده فرص في التوظيف على مستوى المهن القضائية سواء القضاء يعني كقاضي أو كمحضر قضائي أو كموتق إلى غير ذلك وكذلك بالنسبة للمهن الحرة الأخرى كالمحامات والمحافظ بالبيع بالمزاد العلني بالإضافة إلى جميع الوظائف الموجودة في المؤسسات الإدارية العامة وحتى المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالنسبة للمتخرج من العلم السياسية معروف أنه يقدر يشتغل في الإدارات كذلك في الإدارات العمومية والخاصة وكذلك ممكن يشتغل في الصحافة وفي الهيئات الدولية الحقوقية والديبلوماسية بالإضافة إلى التعليم الابتدائي كما أضيف مؤخرا في المرسوم التنفيذي الحكومي هذا أتمنى جميع الطلبات جميع طلبتنا في الباكالورية بالتوفيق والنجاح وأتمنى أن نصادفهم في كلية الحقوق العلم السياسية ومرحبا بالجميع السلام عليكم